اشتركوا في القناة والاقتصادي ووصولا أيضا إلى الميدان السياسي على مدى أربع عقود أنتجت الصحراء ثلة من النساء الفاعلات التي بصمنا بقوة وبفعلهم على المستوى السياسي والمستوى المؤسسات وأيضا الثقافي والمدني ولهذه الغاية نستضيف في هذه الأمسية ثلة من النساء الذي لكان لهم حضور بارز على مستوى مجموعة من المستويات ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وأيضا انفتحنا في السنوات الأخيرة على المجال السياسي وشكلنا إضافة نوعية فيه ولهذه الغاية يسعدنا مع الناس أن نستضيف كل من السيدة عائشة العلوي المديرة الجهوية للسياحة بجهة العيون الساق الحمراء أهلا وسهلا بكم شكرا على الاستضافة وأيضا نستضيف لهذه الغاية الأستاذة أم الفضل ماء العينين مديرة الفضاء الجمعوي بالعيون أهلا وسهلا بك أهلا بك الأخي وتحضر معنا أيضا الأستاذة مكملت كمال برلمانيا أهلا وسهلا بك أهلا بك شكرا على الاستضافة نعف وأيضا تحضر معنا لهذه الغاية سيدة عيشة السباعي مديرة البريد لجهتين العيون الساق الحمراء وودي الذهب الداخل أهلا وسهلا بك لو بدأنا معك الأستاذة عيشة العناء بحكم تواجدك في الميدان وحضورك على مدى مجموعة من السنوات كفاعلة مؤسساتية وأيضا مدنية كيف كانت بداية الأولى لظهور المرأة أو انخراطة في المجتمع مع العلم أننا كنا في مجتمع بدوي يعتمد على الترحال تحولنا إلى مجتمع مدني مستقر إذن ما هي التحول الذي حدث في هذه الفترة الانتقالية من البداوة إلى استقرار انفتاح المدارس انفتاح المجموعة من مناحي الحياة أولا السلام عليكم ونبغي نشكركم جزيل الشكر في هذا البرنامج على هذه الاستضافة التي استضفت فيها هذه الوجوه اللي هي أصبحت وجوه بارزة في الجهة المناطق الجنوبية كاملة واللي من خلال برنامجكم هذا اللي ننفذ به الغبار عن المرأة الصحراوية كشخص في المجتمع ديالها وكشخص فاعل ومثمر ومنتج ومؤثر ومؤثر مؤثر هذه بالدرجة الأولى مازلنا لا ينتكلمون بذلك اللي نبغي نقول الآن عن الحقب والله المراحل اللي تخطت منها المرأة الصحراوية نحنا نعرف على أننا نحنا نصنفه كرحل هذا في زمن ماضى ولكن الناس عرفت على أنه حتى ذلك المرأة اللي كانت بالنسبة لهم تبدأ على أنها تخرص على أنها مرأة من سنة تسع سنوات وممكن تمشي في ذلك السنوات اللولا كانت تمشي في تسع سنوات تمشي البيت الزوجية أصبح الآن على أنها عاد عندها حق حتى هي في طفولتها عاد عندها حق في التمدرس عندها حق في الدراسات العليا ما هي تبقى الله مقفول عليها في بيئة وحتى المجتمع حتى المجتمع ما تلا مخلي ولا تلا باغي على أنه المرأة رهي أقل شأن من الرجل المرأة والرجل ممكن ما يمكن تهدر حق واحد وتعطيه الواحد ثاني أحسن إلى جينا نحن نشوف على أنها المرأة شيء ما هو مؤثر شيء سلبي معنى بأنه هدرنا مورد من الموارد البشرية وعطينا حق يمكن يكون قلعنا حق وعطينا هالحد ثاني فبالتالي حتى الناس اللي هم العائلات واللي هم الناس اللي في المناطق الجنوبية الصبحت تعرف على أنه الفرض على الذي المرأة رهي سياني هي وذل الرجل اللي معها يلا عاد خوها يلا عاد خالها يلا عاد عنها عندها حق في التمدرس عندها حق في تقرأ ما دامت هي عندها طموح على أنها تمشي باشتقرة وعندها القابلية على أنها عادت هي طموحة تتخطى الباك دور دير دراسات جامعية عادت تلود الدراسات جامعية مختلفة عن أستاذ عيشة لو بدأنا في المرحلة الأولى كيف سمح المجتمع للطفلة أو المرأة المستقبل أن تليجى المدرسة أن تليجى المسيد أن تليجى مجموعة من الأماكن كانت حكرا على الرجل وحكرا على الأطفال نحن قاع مجتمعنا والحمد لله يلجئين نشوفه راه من الصغر ما قط عاد حد ما هو قاري لأنه كان عندنا شي نقال له المسيد الجامع الجامع اللي كانت تقرى فيه سياني الطفل والسياء يبدأوا بالحروف الهيجائية العربية ويبدأوا بالقرآن بقرية القرآن هي اللولة من بعد منها عادت الناس لأنه هذا التمدن التمدن فعلا والتمدن هذا هو ما هي توجهات دياله يعني من اللي يعود التمدن إحنا العيون ما كانت ذنبتها واللي جاهة اللي كان جاهة في سنة 1975 يعرف عن لا علاقة تماما وبتاتا العيون سنة 1975 من المرقز منها لإسبانيا والعيون سنة 2015 على أنها أصبحت تعد من المدن الكبرى إذن حتى تفكير الناس مثلا هي بقى محصور في هذه الطفلة على أنها هي لا مرأة وما عندها من شيء ما هو بيت الزوجية وتركتها وربته بيت شكرا نسألها لك أستاذ آيشة الأستاذ من الفضل أنت ركمت قبل أن تصبح مدير الفضل الجامعة تجربة في ميدان الفعل المدني كنت حاضرة أيضا مارست هواية الكتابة بشكل واضح وجلي من مجمع الإصدارات التي قمت بها من خلال مواكبتك لهذه التجربة لاحظت أيضا أنك مواكبتي تطور حضور المرأة في المجتمع كان حضور خجول لكن في المرحلة الأخيرة السنة والأخيرة أصبح حضور بارز ووازن ومؤثر شكرا لأخي إياش وسعيدة على أني نعد معك في ذلك البرنامج مع هذه الوجوهة النيرة حقيقة سابق ما طرقت هذا الموضوع نبغي نقول مثلة أساسية وهي على أن مجتمعنا الصحراوي الحقيقة هو من أكثر المجتمعات حداثة في التعامل مع المرأة حتى ما زال المجتمع مجتمع بدوره حل كانت المرأة عندها دوره وعندها قيمتها داخل المجتمع كانت لجينا نقول عنها ما يحرم طبقا للظروف المعيشية اللي كانت عايشتها ذكذا نجل المرحلة التمدن طبيعة الحال مرينا بمراحل معينة في التمدن لأنه كانت المرحلة ولا ما هي المرحلة الثانية ولا هي المرحلة الثالثة ولا هي المرحلة الراهنة اللي عايشنا المجتمع الصحراوي بهذه الطريقة التمدن والذل اللي يصل له كان دور المرأة على أنها تفاعلت مع هذا التطور مع هذا التغيير لتثبت وجودها داخل المجتمع كما قلت عنه المجتمع ما كان مثلا معدل جدار والله حكرة على تفاعل المرأة والله اشتغالها والله قريتها ولكن دائما ما ننساوه لأنه مجتمعنا هو في النهاية هو مجتمع شرقي والمجتمعات الشرقية كيف مهما لحقت من التطور والتمدن دائما عند هذه العقليات من المرأة تجرها إلى الورع نقص طبيعة الحال بمكتسبات تكتسبتها المرأة بالنسبة للمرأة في الأقاليم الجنوبية طبيعة الحال هي وصلت الدرجة من التأثير في المجتمع أساسا لأن التأثير الذي يعطيه الشخص كيف مكان داخل المجتمع ينظر له من خلال الدور اللي لعبوه هذا الشخص في المجتمع والتأثير اللي يعطاه داخل المجتمع سواء كانت في مجالات سياسية وثقافية ومدنية أو اقتصادية طبيعة الحال اللي هونتين بغن نقفو على مسألة أساسية وهي على أن هاي المراحل اللي قطعتها المرأة هي اللي يعطاتنا اليوم نخبة من النساء اللي عادت عندها دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ولكن بين قوسين دائما على أن ما هو اللي نطمحوله أساسا لأنه نتعود للمرأة سلعب سنقف عند هذه الإكرهات التي تعوق وفوضور المرأة في شكل قوي سيدة مكملتو أنت ربما من القلايل التي فضلتنا قصر طوق العمل السياسي الذي كان حكرا على الرجال دخلت في الميدان السياسي ما هي العوامل التي حفزتك؟ هل هو المحيط العائلي أو المحيط المجتمع الذي يحفزك لأن تنخرطي في العمل السياسي رغم أنه كان حكرا على مدة طويلة على الرجال شكرا لأخي ياش بداية نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين والمشرفين على برنامج مع الناس وهذا البرنامج الذي يسلط الضوء دائما على الكثير من القضايا المجتمعية والشكر كذلك موصول لكافة الأطر الشابة الصاهرة على العمل في قناة العيون الجهوية بداية أنا انتمائي السياسي لم يكن عبثا بل تربيت في أسرة السياسية من أب ومن جد ومن عم وتأفرت وانخرطت مبكرا في العمل السياسي وليس جديد اليوم فيه تربيت في وسط سياسي نضلت صغيرة جدا وتأثرت وتكونت في سن مبكرة حقيقة ما يمكننا نجادلوا في أمرين نقولوا عن المرأة الصحراوية بالأقالم الجنوبية ما حقت مكتسبات مكتسبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وأنها كذلك كسرت طابو قديم اللي كان معروف تواجدها داخل المنزل بطرق تقليدية وهذا الطابو بخصوص التواجد داخل المنزل كيف تعامل والديك هل تقبل فكرتك في الانخراط في العمل السياسي أو أنا لقيت في بداية الأمر معارضة من طرفهم لا لم أجد معارضة بالعكس دفعني أبي بالخصوص هو اللي دفعني الانخراط في العمل السياسي هو المشجع الأول والأخير وبهذه المناسبة أنا نشكره ونتمنى له الصحة والعافية والشفاء العاجي إن شاء الله شكرا أستاذة مكملتم الأستاذة عيش سبايا أنت ربما من الرعيلة نقول الثاني المتمدرسين في الصحراء كان لك ذلك ربما ظروف أفضل من الكثيرات أنك استطعت أنك تتابع دراستك العليا وأنك لديك مشروع أنك تستمر في مشروع الدكتوراه مستقبلا ما هو العامل الذي حفزك أو هل هو عامل ذاتي أو محيط اجتماعي هو الذي حفزك على أن تستمر بهذه القوة في مستارك الدراسي وأيضا يكون لديك حضور على المستوى العملي من نفس القوة شكرا لأخ محمود على التضافة مع هذا الوجوه النييرة وشكرا على القيمين على هذا العمل في الحقيقة التعليم لا يختلف إثنان عن خلق حد كاره والزيادة فيها أي حد يتمنى بالخصوص في مجتمعنا لأن الملاحظة ربما الأخوات تطرقوا الجانب من التعليم كان في وقت معين جد هزيل نسبة التعليم أو نسبة النساء المتمدرسات بالنسبة أننا كنا أكثر حظا من الأجيال السابقة استطعنا الحمد لله إتمام دراستنا الجامعية التي من خلالها ظهرنا على أننا لم تفتل حقنا ذلك المستوى المطلوب لأننا مازلنا للودور شيء ثاني يقدرنا الحكوة بإذن الله ما يثلث صدر هو أن هنا أرجع لك النقطة مهمة لكي نكمل جاوبك على السؤال على أن نسبة التعليم بالنسبة لنا في المناطق الجنوبية تقريبا الإحصائيات تقول على أن ما يعادل 100% من التمدرس عندنا في الجنوب بحكم بطبيعة الحال تواجدنا كامل في المدر ما عندنا القراءة ولكن هذا لا يرقى إلى المستوى المطلوب مزالت النساء قليلات اللواجات التي عندهم دراسات عليا ودراسات متميزة ليس فقط في مجال الثقافة العادية ولكن في جميع المستويات لنصبوله نتمنى على أن النساء الصحراويات يلجوا جميع الميادين مثلاً نساء مهندسات طبيبات ليس بالضرورة يعود تخصوحنا مثلاً نحن القانون والاقتصاد والله بغينا جانب ثاني الذي تبان فيه المرأة وتقدر تعطي فيه التفوق المرأة بطبيعتها متفوقة والدليل على أنها ثابت هذا التفوق من خلال تقلدها المجموعة المناصب التي أبانت فعلاً عن تميزها وتفردها في هذا الجانب إلا أنها بطبيعة الحال تبقى عندها مجموعة من الإكرهات لأنها تنتمي المجتمع ما زالت تحكم عقلية وذكورية كرستها فعلاً تنشئ الاجتماعية خلت دائماً لمرأة ياسر من العائلات إلى يومنا هذا تجبرهم أمناتهم قاريات ومتفوقات يغير لا تلحق الباك تقول لك يا عشوعدة كافية قبضة الباك تقعد بالرغم منها متفوقة أكثر تتفوقها من الطفل يغير يختاروا مشو طفل عاني مشوهية إذن دائماً يضحى بها على أنها وهذا فعلاً يقربان ليتمدرس ليتمدرس والله تجبر طافلات في بلادهم وخوهم يقروا وهماتهم متفوقات ومنين يجوا للدار ينقام عليهم هما قموا عدوا الهم وهو أحفظه وقع ما هو بغي يقرأ ما هو مقررس قع قرأيته إذن دائماً ضحيات عقلية متجدرة في مجتمع الصحراء نتمنى إن شاء الله أنها تتغير شكراً لأحسن أستاذ عيش العلوانتي راكمت على مدى سنوات تجربة تدبيرية متميزة في الداخل وأيضاً في العيون هذا يحسب لك وأيضاً هناك مسألة استشفيتها من خلال حدثك الأول أنك تتكلمين بمقاربة حقوقية أنا لديها الحق لديها الحق هذه المسألة حاضرة بقوة في حدثك ما هو الذي يحفزك ودفعك لأيمن تكوني لديك الشحن الحقوقي لي تتحدث عن المرأة بهذه قوة بيلي أنا نقد نعود على أنني أنا كنحس أنني عندي حق في بلدي فهمت؟ يا غير أنا نبغي دائماً نشرح أنا هذه ما هي عقدة عندي يا غير كيف قلت لكم في بداية الكلام على أنني نشكركم على هذا الاستضافة نفض الغبار عن هذا البرواز للمرأة الصحراوية ياسر من المجتمعات تقول على أن المرأة الصحراوية هي شديدة نظرات نمطية نمطية لا نحن نبغي لن نلحق للناس على أن المرأة الصحراوية عندها حقوقها سياني في دارها سياني في دارها سياني في دارها كيف تم دروسها سياني في قرائتها هي ذيك اللي هي بغية تقيس حتى الأهل عادوا مساعدين على ذا النوع لماذا؟ لأنهم يعرفوا على أنه حتى الحياة ما تلات بغية ذيك المرأة اللي كانت اللي قاعدة ومستهلكة حتى ذاك الذكر اللي تكلمت المجتمع الذكوري اللي تكلمت عليه مدام أعيش السباعي قالت على أنه مجتمع ذكوري ويختير دايما على أنه الراجل يمرق شور القرائة والمرأة حتى ذرك عاد سياني مع أننا نحنا في هذه العلايات الصحراوية نبغو أن نحن عندنا حق عاطيهن ذا الراجل ومساوينا معاه حتى ذرك عاد في القرائة غير نحنا نقدر نعود ونحنا في فخفة نبغو نعطاه هو حق يمكن يكون قدام العالم الثاني ولكن لماذا؟ لأنه هو هذا المجتمع وهذا الراجل نحن احتار منه وعطانا ياسر من الحقوق مثلا أنا كنت من أول خريجة من المعهد الدولي العالي للسياحة وهو المفتوح من سنة 1972 يعني أول صحراوية تتخرج منه كنت أعوذ بالله من قولة أنا إذن جمي يستمع غوز على أنني شارة تبقى من الاعتزاز والفرح والفخر ونحس على أنني عندي حق وهذا الحق عاد عندي ياسر منه مع أنه يمكن تكون واحد ثلة قليلة جدا اللي هي مزالت كيف تكلمت عنها السيدة عائشة على أنه مزالت ما عندهاش ذاك الحق في التمدرس لماذا؟ لأنه خالق مولي مننا نحناية اللي مزالي خاف على ذي الطفلة إلى مرقت من هون وهذا هو الدافع اللي دايما تسمع الناس تقول لك لماذا لا تقعد عنه نحن هون جامعة ما هي نواد جامعية جامعة ما هي نواد جامعية لأنهم حتى هما يبغوا ومناتهم يقرعوا يغير يبغوا هم يقرعوا اللحظة منين تسافر كيف تللي هون اللي هتموا دايما ذاك الخوف علىها هي هي طفلة هي مزالت صغيرة هي مزالت كذاش كذاش مع أنه هو الإنسان منين يفوت الحق الباك الحق مستوى معين في النضج شكرا يعني عنده الحق في يمشي البلد اللي هو شكرا أستاذ عائشة أستاذ أمو الفضل من خلال حديث أستاذ عائشة عن هذا الموضوع أنت أيضا تعايش الفعل المدني في الصحراء عن قرب وعايش أيضا العائلات وما تعانيه وما يكابد هنا الشابات في عملية تمدرسة المستوى المحيطة المثبت الذي لا يحفز وأيضا تتكي العقلية الذكورية وأيضا غياب فضاءات أرحب خاصة غياب جامعة في الصحراء هذه مسائلة حقا تسائلون جميعا فعلا أنا الوافق الأخت عيشة لللي قالت و هي غير ملاحظة لأنه بالنسبة لتمدرس للفتاة في العائلة الصحراوية ربما كانت بداية ربما الثمانينيات ربما كانت بعض العائلات تمتانع عن تدريس طافلات وكذا حتى قاعدت في المدارس العادي وفي التعليم الابتدائي ولكن هذه الظاهرة من بعد قاعد بشكل نهايي ربما عنها انتفات اندفرت اندفرت قاعد تقريبا بشكل نهاي ولكن بقيت لإشكالية ديالة تعليم الفتاة الجامعة الفتاة اللي تلحق الباك ويعود المفروض على أنها تكمل تعليم الجامعي تجي هذه الظروف وهذه الإكرهات اللي تمنع لأنهم كما قالت يعلنوا خوف العائلة على أن الطفلة اللي تمشي تسافر ولا يتعود في بلتاني محثاب ولحظة أخو ولحظة حد ينصح ولكذا ولكذا وبالتالي ونتي يتراكم هذا النوع من الخوف داخل العائلة ولكن ذا ما يمنع لي أنه كين تجارب وكين الوجوه الحمد لله كامل اللقرات ومشات وبرزت وطات في مجتمعها يعني ذا من شيء اللي يحفز على أنه ما نمنع ولكن أيضا نرجع إلى أنه هذا يزيد على ضرورة الجامعة فعلا وليست نواة جامعية في الصحراء لأنه الحمد لله الكثافة السكانية ماشية في الزياد أكثر من ثلتمائة ألف ثلتمائة ألف غارف العيون أكثر من ثلتمائة ألف نسمى في غارف العيون وحدفها ما بلوكا بالجهات الثانية بالجهة الداخل والذهب هذا يفرض ماتلا لا مجرد اقتراح ولا مجرد تمني هذا عاد واقع مفروض لا بدنا نتعامل معها لأنه وجود جامعة داخل المنطقة من أجل أولا المساهمة في المسار التنموي لأن الجامعة بطبيعة الحالي تفتح مجالات عديدة للإستثمار ومجالات عديدة للشغل ومجالات وثانيا أيضا تعطي الفرصة للمجموعة من الشباب والشابات بالخصوص لأنهم يوجدوا التعليم العالي من أجل الإضافة النوعية التي يمكن يعطوها داخل مجتمعاتهم ربما مسألة ثانية ضفت ربما لأن ثارتني الأخت عيشة فيها وهي المسألة الحقوقية ربما لأني ماسني لحظة من المجال الحقوقي هو على أن في إطار ما ننسى على أن مؤخرا تقدم المجلس الوطني حقوق الإنسان بالتقرير تقرير حول المساواة والمناصفة وهذا باب لأنه من هنا سيان نقول لأنه ما هو بالضرورة نمشي لذلك المفهوم اللي تتبع الناس لأنه نمشي للمساواة يمشي المجال ثاني لأنه طبيعة الحال المساواة الفيزيولوجية هذا الشي مفروغ منه ولكن المساواة في الفرص المساواة في العطاء المساواة في الولوجي للعمل المساواة طبيعة حال تمييز الإيجابي وهو اللي لا يمكننا على أن نحن كمجتمع نحن مزلنا مجتمع جنيني وخارب عين سنة من التمدن ولكن نحن مزلنا مجتمع في طور التطور وبالتالي لا بد دالوا من تكاثف الجهود وسواعد أبنائه وبناته من أجل الوصول إلى أكثر من نوع السيدة مكملت من خلال هذا الحديث أنت حكم عاملك السياسي لديك الآن من أجل النهوض حقوق المرأة من أجل تكون لديها حق في الولوج للتعليم الولوج إلى العمل وولوج إلى مجموعة من الخدمات التي كانت حكرا على الرجل يعني أنتم خلال عاملك ما هي قبل مضافة التي قدمتها لفائدة المرأة في الحقيقة المرأة لعب الدور مهم في تاريخ بلدها وفي جميع المجالات لا الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية فيما يخص المجال التعليمي اللي كان نشوف أنا بلما نكرر ما قالته ما قالته الأخوات نقول عن نسبة 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 50% من الإناث يدرسنا بالمعاهد والتكوين المهني والجامعات وكينا نسبة 30% من النساء هم أساتذة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية وكذلك كينا نسبة مهمة تستفيد من برامج الأمية يعني كينا تطور كبير في لج المرأة في المجال التعليمي فيما يخص مشكلة الجامعة نحن كمنتخابين هذا المشكلة دائما نطرحه على الوزير التعليمي العالي لا في أسئلة كتابية ولا شفوية ولا في لقاءات محلية ولا وطنية ولكن لحد الساعة لم تعطى لنا إجابة واضحة ومسؤولة تطرح إجابات تبخص من حجم الإقليم أو من الجهة ككل لأننا لا يعقل عن مدينة العيون العاصمة الأقالم الجنوبية ولا تحظى بجامعة وتحظى بنواة نواة نحن لا نحتاجها نحتاج جامعة في مستوى الجهة وفي مستوى الكثافة التي تحصل عليها الجهة سيدة وكملت من خلال المشروع الخاص بالجهوية أهتح فرص كبرى للجهات وأيضا للمجالس الجماعي من أجل أنها تكون لديها المبادرة يعني مسألة إنشاء جامعة ربما مجلس الجهة مثلا العيون أو قليمي أو الداخلة ربما بإمكان أن يقوم بهذه المبادرة لا ينتظر ضوء أخضر من وزارة التعليم أو من أي جهة أخرى بحكم الإمكانية المادية المصودة للجهات وأيضا بالحكم أيضا لاختصاصات التي فوضت والتي تم تفويد وعفون لصالح الجهات نعم الأخ محمود هذا الطرح في محل وصحيح نحن كجماعة محلية وكرئيس لبلدية العيون أعطى بقعة خاصة لبناء هذه الجامعة ولكن لحياة لمن تنادي يعني هناك مبادرات فعلية من طرف رؤساء الجهات ولا الجماعة ولا المنتخبين ولكن لا نعرف لماذا هذا التماطل وهذا التواطل على إحداث هذه الجامعة إذن تبقى مسؤولية جماعية إحداث الجامعة بالنسبة للجماعة الحضارة للعيون وإيضا لكافة حتى الفرقاء السياسيين لا في الأغلبية ولا في المعارضة من أجل أن يتكاثف جهوده من أن تكون جامعة في العيون لأن هذا يعتبر مطلب مولح وحق مشروع أظن الله يجب أن يبقى منتظر إلى ما لا نهاية لغة عيشة في التفاعل مع أعفونا أستاذة عيشة في التفاعل مع الأستاذات ما هي نظرتكم من أجل أن يكون المرأة حضور يكون لديها أيضا ولوج المجموعة من الخدمات وأيضا لكلها تأثير وأيضا لكلها موقع قدم افتخاذ القرار السياسي في مجموعة في المدنة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يعني ما هي اقتراحاتكم التي يكون هنا أنا أظن أن أولا قبل كل شيء يجب تغيير العقليات ويجب أن تحدث قطيعة مع الصورة النمطية للمرأة خاصة بعد قاعد تبدل خاصة انتظر المرأة على أنها إنسانة فاعلة منتجة ومتميزة إذن إذا إعطيناها بلد لي تتميز فيه يعطينا فيه ثانيا المرأة لا تشتغل وحدها المرأة لا يكفى الراجل الراجل يريد يشتغل في ميدان ويؤدي فيه واجبه ولكن المرأة تشتغل هي وتعطينا جيل معها منتج لأنها تربي أولادها طلعهم بقيم إذن عند لديها مجهود مركب مركب داخل البيت وخارج وهذا ربما من الإكرهات التي سمحت لنا نذكرها من الإكرهات التي تخلي المرأة لا بالنسبة لولوج للميدان السياسي لأنها خالق تقسيم غير عادي للمهام المرأة كيف يفكف الراجل لا رأيت الميدان العمل عادت حتى هي مسؤولة كيف يفكفه ولكن إذا يرجعوا لبيت ترجع المرأة التقليدية ديال السنوات الماضية كأنها مقاطقرات تعيش نفس الحياة ربط بيت تقوم بواجباتها التي غير مولي مفروض عليها تعدل لك لبره تعدل لدخل الراجل يبدأ عمل في الإدارة توجهين إدارة حارة للرجل يساهمون في العائل ما هو المساهمة يا غير خاص في المرأة نعطالها حظها مثلا في الولوج للمجال السياسي الأحزاب خاصة العب دورها لأنها لا توجد تكوين وتجربة في المجال السياسي عليه بها من توفى من عملها في الإدارة تجي للبيت وتباشر أمور البيت والأطفال الراجل يبدأ إدارة إما يقعد في بيته مع أصدقاء ويشدوا أخبار الأحزاب والسياسة ويتربى عنده ثقافة حزبية سياسية المرأة ما يلي تربى عندها لأنها ما عندها الوقت في تجمع هذا الشيء حتى قاعد إلى جهة أصحاباتها ما هم ليشدوا أخبار الدار والتركة والأمور ثانية إذن ما فهم ثقافة حزبية التي تأهلها أنها تولج لمراكز القرار هذا السؤال الذي طرحت لي كيف يمكنها تولج مراكز القرار ثانيا أنا أستجل بطبيعة الحال نقطة مهمة جدا على أني لاحظت على نسبة تولج النساء في هذه الانتخابات الماضية في البرلمان وفي المجالس الجهوية والجماعية والجماعية كانت إلى حد ما مشرفة إلا أنها للأسف الشديد جد هزيلة في مجلس المستشارين وفي مراكز القرار الحقائب الوزارية ما هي عندنا حكما إذن ما قارنا مع الرجال ما هي خالقة إذن هذو النساء كاملا تقع ما فيهم حدي قدي فعلا إذن هذه نقطة تطرح على أستاذ عيشة ارتباطا بما قالت الأستاذ عيشة أيضا هو بحكم أنك اشتغلت بمكانك أن تعقب على ما قال السؤال هو بحكم أنك اشتغلت في هذا الميدان اتخذ قرار سياحة لمستوى جهتين داخل في السابق والآن في العيون هل وجدت مثبتات أي عراقين ومعيقات حدت من ذلك كيف استطعنا أن تتغلم على وتوجه في البداية حق الرد أنا لا لا نزيد نكمل على كلامها هيايا ولا نجاوبك عقب ذاك لا نطرح السؤال مطروح ما هو السبب على واحدة فقط هي كاتبة مكلفة طيلة الأربعين سنة من هذه على مدة أربعين سنة حتى في حقنا ما هي زينة ما نبغي دائما نتكلم عن حق المرأة على ما هي منتجة ما هي نشيطة ونشطة أكثر نبغي نتكلم ونملي على أنه حضورها كان عنده بصمة كبيرة اللي هي سيدة الكاتبة المكلفة بوزارة الخارجية على أنها منين عادت عندها مهام في القضية الوطنية نعرف على أنها خلات بصمة لأنها هي تنتمي المناطق اللي هي بالدرجة الأولى هي اللي ممكن تدافع عنها هذا اللي كنت بغيت نكمل العيشة بالنسبة للسؤال الثاني ما خالق ما خالق راجل عندنا نحن له يقبل على أنه يتم قاعد لينتجي مرة وينقال على أنها هي له يتعود مديرة والله منذوب عليه والله هذا مع أنه نحن بطبيعتنا نحن الصحراويات كاملة وأنا متأكدة عنه حتى مدام عيش نفس الشيء تعدلوا أم الفضلي ومدام مكملتوا نحن بحكم الإدارة مدام مكملتوا ما هي على رأس إدارة اللي تابعين لها موظفين نحن تابعين لموظفين كنخلوا الحق لهم بنا نحن عارفين أننا نتامل واحد لبيئة والتعامل حتى التعامل نخلوا على أننا مديرات ونخلوا على أننا وممكن هي تحاورني في هذا ولا نتحاور في هذه لطاب الغنب في هذا لأنها أنا وهي في نفس حتى ذاك الحق اللي قد يعود ما هو عنده نحن نخلوه له بحكم على أننا نحن عارفين على أننا ننتامل المجتمع ذكوري ننتامل المجتمع أنت منت من وأنا ولد من وأنا نعرفك وكذا ونخلو واحد نوع من الاحترام وهذا فعلا على أنه كانت عراقي كانت شوي من المشادات وهكو لكن الحمد لله نخلق نواس حق تسعنا تسعنا مملي حتى ما هذا ربما يحسب لكم أنكم قدر أنكم تستوعب الوضع الاجتماعي وإذن الثقافي وستطع أنكم أحاول بشعود مرة تابع لها أكثر من 24 موظف يعني هذا ربما كامل عقليات مختلفة 24 عقليات وكلها يعني له تقد تمتص غضب هذا وتمتص كلمة يقولها هذا وتسكت عن ياسر من هذا ولانك له يتعاقب هذا ويضم تحفزها وتعبهم باش يشتغلوا بأكثر قدرة وكثر كفاء حق وتعود تقسم عليهم الشغلة كونيا كانهم يعرفوا على أنها هي ما تقد وخايا 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 يتقد إحنا نعرف على أنها المرة منين تصمم وتعود بغي يتعدل شيء إدارة كاملة تقد تديرها من لا سيزي على أنها كاتبة يلي تمرق منها مديرة وهي تقد هذه شغلتها كاملة تعدلها ولكن كنخلوا إحنا ذاك الهامش لهم هم على أنه انتم رأنا ما نقد نحن نعدلوا شيء ما هو بكم انتم تقعد هون شوي من الملي ما هو خبث المرأة يا غير ملي تقدر تقعد ذكاء محسومة مكر ذكاء 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 والله مكر المرأة بهمت شكرا تخالي أستاذ أمان فضلي أظن أن نكون بحكم عضويتك في المجلس اللجنة الجهوية حق الإنسان لعيون الصمارة لمستم عن قرب بوضوع المرأة يعني ما هي أهم الإكرهات ما هي أهم الإكرهات التي واجهتهم وكيف أيضا تصديتم لها من خلال عيش مدام أستاذ عيش تحدثت عن الإكرهات وكيف تتم تدبير الأزمة واستطاعت على أنها تصرف الأمور بشكل سليس وسليم حتى تبلغ نتيجة المبتعة أنتم أيضا كيف تعاملتم مع هذه الوضع وهذه المرأة لا أريد أن نعلق على أكلام الأستاذ عيش في آخر الدراسات لمارغتس نقال على أن المرأة أكثر فاعلية في التسير الإداري من الرجل هذه دراسات عدلوها مراكز دولية وأساتذ وعلماء في علم الاجتماع على أن المرأة وطبقا لمجموعة من الإحصاءات ومن استطلاعات الرأي على أن المرأة أكثر عطاء وأكثر فاعلية في التسير الإداري من الرجل وهذا ربما مردودية مردودية بطبيعة الحال في الاشتغال وخصوصا من أن تعد مسؤولة على إدارة أو جهة معينة بالحديث عن اللجنة الجهوية حق الإنسان بطبيعة الحال حديثة طويل ولكن من خلال الاشتغال الذي اشتغلنا فيه أعضاء اللجنة الجهوية للحق الإنسان لأن أصلا جئنا في ظرفية معينة معينة وجئنا لديكم كم هال من الملفات المفتوحة الملفات المفتوحة التي كانت استعجالية ومطروحة ومفروض البث فيها بأسرع وقت فيما يخص الجانب المتعلق بالمرأة وحقوق المرأة اللجنة عملت على أنها تشتغل في مجال العنف ضد النساء وأيضا حق المرأة في التعليم وحقها في الصحة بما يضمنونها بطبيعة الحال الاتفاقية الدولية والأهديد الدوليين لحق الإنسان كان الاشتغال جبرنا مطبات وجبرنا نوع من العراقيل ولكن كما قلت وهذه المسألة دائما نشير لأن مجتمعنا هو مجتمع مجتمع سليس يتقبل دائما الأشياء بطريقة من أن تنعطع مرينة مجتمع مرينة يتقبل دائما الأشياء كيفما كانت بشرط على أن هذه الأشياء توضح وتنترح في صورته الطبيعية وفي حجمه الطبيعي وتجاوب تجاوب طبيعة الحال لأنه لماذا؟ لأن المجتمع كان في حاجة لهذا الوليد الحقوقي وهذا الوليد الحقوقي اللي طيلت تجربة أربع سنوات ثبت وجوده ترك بصمه ترك بصمه طبيعة الحال الواضحة لأنه كان تعاطى مع ملفات الشائكة اللي انطرحت عليه باحد النوع من المسؤولية أولا والجراء وأيضا من وقفة في الوسط ما بين جميع الفرقاء وهذا من الأشياء التي تحسب للجنة الجهوية شكرا أستاذة مكملت حقيقة الآن أنت ستخرج من هذه الحلقة محملة مجموعة من المطالب النسائية كيف يمكنك تتم تصريفها داخل الجماعة الحضارية العنوة داخل البرلمان الآن لديك مسؤولية كبيرة جدا قبل لقع المشاركة السياسية أنا كنت فاعلة مدنية بالدرجة اللولى ومشكل المرأة دائما نعيش ما وشي طارع نظم ملتقايات ونتكاوين مستمرة في عدة مجالات في خصوص المجال السياسي أنا عندي جمعية نشتغل دائما عندي دورية سنوية نشتغل دائما على تأطير السياسي ومشاركة النساء لولوج مراكز القرار المشاكل معروفة كلها يعرفها وكلها عايشها ما كتختلف من منطقة لمنطقة نحنا كفريق سياسي يكتبنا عن نقدمنا قانون مبدأ المناصفة ويحسبنا هذا في الولاية وتم المصادقة عليه ونحنا كحزب حقيقة نحاول ما أمكن نوصل لهذه المناصفة مع أن ما نقول لك عن نوصلناها في جميع المحطات ولكن نسبية ولكن هذا كامل ما يعني عن كين الكراهات وكين مؤخذات وكين ملاحظات وخصوصا هذه الانتخابات الأخيرة اللي حقيقة كانت نسبة مشاركة النساء في مدينة العيون 47% يعني لو لا النساء لما نجحوا هذا الرجال في حملاتهم الانتخابية وشكل يشتغل في الحملات الانتخابية النساء أغلبيتهم لا النساء والنساء لا يشتغلوا الليل والنهار والراجل يشتغل لا حسب قدرته يعني المرأة منها تتقلد مسؤولية أو منها تتحمل عمل معين تأدي واجبها فيه لأن المرأة معروفة بأنها إنسانة صدوقة وإنسانة معقولة وإنسانة مخلصة في عملها والتنمية ما تصلح بدون إشراك النساء ارتباطا بإشراك النساء مؤخرا الكل تابع بنوع من الانتباه الشديد موقف المملكة السويدية من قضية السحراء كان هناك حضور المجتمع المدني من مجموعة من المناطق بالنسبة للمناطق السحراء كان حضور باهت ونقول لأوروبا ما مرد ذلك صحيح هذه ملاحظة الكل يتكلم عنها وكل يلاحظها أن الناس المعنية بالقضية لم يتم يشراكها في هذه العملية اللي نحن ما خاصنا نقوم نتحركوا في المناسبات والله في أي محطة يعني المواطنة والوطنية خاصة تكون تكون دائمة ومستمرة ويكون دائما ذاك الحس الوطني عند أي شخص يعيشه بصفة دائمة يعني ما نقول لك كان تغييب تام للمنتخص أو للمجتمع المدني أو لفاعلين محليين أو لسياسيين إلى حد الساعة ما عرفنا لماذا وما عندي جواب لين أعطيه لأننا جواب لين تجبره عند عبر قرار المسؤولين اللي تحكموا في العملية غياب غياب يمكن للي عنده دراية بتفاصيل القضية وبالمشكل هذا هو اللي مؤثر لأنه منين مشاوا نساء في المؤتمر الدولي العالمي للمرأة سنة 1985 وكانوا فيهم شاركات واللي يمكن جل المملكة المغربية كاملة ما يعرف على أنه جات لأول مرة ومرأة صحراوية هي اللي جابت في سنة 1985 وكان المؤتمر الدولي العالمي للمرأة في نيروبي جابت ما يسمى ميدالية السلم والمساواة وجابتها مرأة صحراوية منهل العيون مملي رعيها هون جابت ومع مرها ما انذكرت ولكن علاش لأنهم الناس والعليات اللي مشاوا وعليات اللي همتي ملمات وعندهم قناعات بالقضية الوطنية ما هو حد يمشي انعب وآنا باش يمشي هو يتكلم هي انت منين لا يتعب أحد له ذا كامل القتل له ينسى عند منين يوقف قدام كاميرا والله عند منين يوقف اون بلينيار له ينسى ذا كامل به اللي أصلا هو ما هو مقتنع به باش يقول غالينين تعود ترسل انت حد عنده قناعات سياسية وعنده ملم بالموضوع ومؤمن بالموضوع سيجيب كيف جابتها السيدة واللي هي السيدة العلوي خادجة هي اللي جابت هذه اللي قلت لك ميدالية السلم والمساواة ولأول مرة سنعطى الوفد جاي مغربي جاي من المملكة المغربية ومع أن ما قد تشتد تخبارها شكرا تفضلي أستاذ بدوري نعاتب بشدة كون المرأة الصحراوية ظل في هذه الفترات تقريبا تؤثث هذه المحافل بشكل شعبوي شكل فول كروري ما هو مشرف بطبيعة الحال أستثني مجموعة من النساء الفاعلات التي تركوا بصمة جد مهمة في هذه المحافل وفي الحقيقة أسجل الحضور اللافت مؤخرا مجموعة من نساء الفاعلات التي أبانوا فعلا عن مستوى راقي جدا خاصة في مجال حقوق الإنسان ومجال الدبلوماسية الموازنة يعني كيف الشكل أوضح من أن نعود عطفا على ما تطرقت له الأخت عايشة من أن نعود الإنسان مؤمن بقضيته ومؤمن ومتجدر فيه على أنه عارف صدقها وعارف حقيقتها ليتكلم بنوع من التلقائية مقنعة للآخر ما هو عود حافظ شيئا يقوله ثانيا الرقاش خاص هو يعرف ذاك الليلة يتكلم عنه يعود هو مؤمن بعد قاب القضية هو من نفسه حتى أنه عود يتكلم عنه شكرا أستاذ عايشة عودة مكتسب هو شيئ إني فعلا المولود ما ينسل في طريقة ما ينسل بالنسبة لآن المغرب التجهيل جهو المتقدمة الصحراء يقولون أنها ستكون في المقدمة ما هي مطالبكم أيضا ما هي انتظاراتكم من هذا المشروع الجديد حتى لا نأتي بعد عشر سنوات نقول أن هذا المشروع لم يكن منصفا للمرأوانا وكذا وكذا الممكن يقال على أنه إلى عد ينجبر حلول والله ينجبر شيء هذا اللي كنا نتكلم عنه ذرك اللي تكلمت عنه السيدة عيشة اللي تكلمت عنه السيدة مكملة اللي تكلمت عنه السيدة أم الفضلي ولللي تكلمت عنه أنا الإلمام بشيء أنا عارفه ما هو كون أنتم نجي وأنك بض من هون ومن هون ومن هون ونرفضهم ونمشي ونقدم ناس تقدر قاعد يعد ذا طالع في راسها ما هي ما هي مآمنة به كيف قالت مدام عيشة ما هي مآمنة به باش تمشي تدافع عنه إذن أنا منين ما نعود مؤمن بشي هو أنا منين ما نعود أنا ما ني مؤمن بشي ما ني قع ماشي مصلي معناه بأنني أنا أنا منين بشي وما ني عدل والله ما ني مؤمن به ما ني معدل لعدت لها الشكل التعبي أو الشكل لا هي تقول ذا والله لا هي تقول ذا والله إختيارات أنا مني عارف شن هي حتى ليك خدتا يعني معايير 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 اللي تنترح في حد له يقوم ماشي ما هو عارف أساس المشكل ما هو عارف حتى الحدود المنازع عليها وراه هي راه ما هي من قليمي ميلا عند العيون هي راه لا من عند دون طرفاية من عند الطاح ما هي من عند طرفاية من عندها إلى العيون إذن أنت منين تعد ماشي تتكلم عن ذا قابض جهات كاملات ومات الجهات كاملات ما منازع عليهم إذن على الأقل يكون شي من من المسؤولية شي من المسؤولية مسؤولية تاريخية أحق بعد في الوقت يداهمون الأستاذ من فضل الله أرتباطا هذا الموضوع بطبيعة الحال اللي نضيف حلالنا هو خالقة مسألة أساسية احنا تعلمناها من مسألة أطفال أنه حب الوطن من الإيمان والوطنية ما يزيدك عليها ما يمكن الإنسان يعلمك الوطنية لا وطني ولا ما نكو وطني هذا الشي مفروض عليه في إطار هذا الإطار على أنه وهذا موضوع مطروح للنقاش بكثرة في مجموعة من المنتدايات ومجموعة من الأير في طبيعة الحال على أنه المعايير اللي تم بها اختيار للناس اللي تمشي هذا ليس قدحا في اللي يمشي ولكن دائما الأساسي في الأمر على أنه الإنسان من يكون ملم بمثلة وعايشها يوميا ومتعايش معها وعارفها وعارف تفاصيلها موقي واحد ثاني جاي يامس في الصورة ظهر في الصورة ولاه يقدم ثانيا الإشكال اللي عانت منها الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية الرسمية هي قضية فلكلورية لا ليني مشون الملاحف الدرار يعود توفن خلوهم يبانوا يبانوا إلانهم ولا بالعكس هي كينة أغلبية صامتة وعندها ما تقول وعندها ما تدافع به ولكن أصلا لأنه ما أنت مني تقعد في أرضك وما يعطي لك الحق أنك تدافع عن أرضك هون لي تحس بنوع من الغبن لأنك أنت لأنك أنت لأنه تم تم سلب حق من حقوقك اللي مفروض لأنك أنت اللي تعرفها هذا في إطار ربما سابق ما قلت لأنه كنت طرحت سؤال على عيشة وربما لأنك أنت عندها نوع من الحرقة على هذا الموضوع ربما هذا ما جاوبت لي هو الإكرهات في إطار الجهوية اللي طرحت تضريق كمشروع تنموي سياسي للمنطقة وكيف كما قلت أنت لأنه لن يجو بعد عشر عيمان ونقول هذا الموضوع لك مواضيع قلت طرحت سابقا المفروض على أنه ربما ملينا من ذلك القضية على أنه مفروض على أنه أبناء المنطقة وأطر المنطقة وكوادر المنطقة ونوخة بالمنطقة هي اللي تسير شأنها لأنها هي اللي أصلا أدرى بمشاكلها وأدرى بمصالحها ونحن وسأنا ملانا مجتمع صغير وأنا نقدي دريقاج في الداخل أو الله في السمارة أو الله ما نعرفه يا غارب لين نسمع صغير وبالتالي نقدر ندبره نوع شؤولنا بحط طريقة اللي هي تحقق وتمشي بالقدام بالمشروع اللي ذهو اللي نتمنى على أنه ما يعود كيف ياسر حقيقة كي المشاريع اللي قط جات سابقا شكرا أغتباط بحديث الأستاذتين هي هذه الجهوة المتقدمة بالنسبة للمرأة موقعها يجب أن يكون لديها موقع بارس كيف يمكن كسياسيين أو كسياسيات أن تطالب هذا الحضور القوي للمرأة في الجهوة المتقدمة حتى يكون عندها حضور وتكون عندها بصمة في الحقيقة أنا عندي ملاحظة مولي لنقولها السبب ما دخلت الموضوع لأن الانتخابات الأخيرة كانت ملاحظة بما يخص بانتخابات الجهوية ولم تمثل مرأة على رئاسة جهة وهذا حيف حق المرأة رغم أن المرأة أبرزت قدراتها وكفائتها في المجال السياسي وشاركت بشدة وبدفاع قوي عن قضيتها اللي نطلب أنا من المشروع الجهوية الموسعة هو يعطى المرأة حقها وينصافها في اتخاذ مراكز القرار وتواجدها الفعلي هذا دور الأحزاب سيكون أحزاب سياسية هي اللي خاصة تقدم ذو الناس في الواجهة أنا متفق معك هذه الأحزاب السياسة رأيك تنادي بها كالشعارات ولكن كتطبيق كممارسة كممارسة لا توجد يعني أنه خاص التطبيق الفعلي والجد لإعطاء المرأة حقها في اتخاذ مراكز القرار سيدة تفاعلا مع السراء عطفا على ما تطبقت له الأخوات أنا أظن على أن المسؤولية على عاتق الهمية وعلى أن الوقت يفرض وجود سيغة تشاركية آنية لرفع هذا التحدي عن المرأة ويعطائها حق للولوج حتى هي مراكز القرار والمسؤولية شكرا أستاذ عايشة أستاذ أيضا عايشة العلوي في كلمة أخيرة في كلمة أخيرة أنا عندي ثقة كاملة على أنه المستقبل الذي يعود عند المرأة إحنا بنا نتطرق ذلك لعلى المرأة الصحراوية لا يعود عندها إن شاء الله ولكن لا يعود عندها حضور مع أنه رو عندها يغير يجب الإيمان بالمرأة الصحراوية نضع فيه كامل الثقة شكرا أستاذ أمو الفضري أنا لكن ربما لأنه بضن الحديث وتشعب بنا ليسر من المواضيع كان زين عندي نعرجع لموضوع المرأة والتنمية لأنه كأساس بل إن شاء الله سنحاول ما ممكن لحقيقة أنه ربما نحن حامل مجموعة من المواضيع هذا نتعسف في حق المرأة هذا نقر به في هذا البرنامج لكن مستقبلا سنحاول ما ممكن أن غير بيننا قوسين أنا عطفا على الموضوع نفسه لا نريد أن نقول على أنه في إطار عمل المرأة كفاعلة مدنية وكفاعلة جمعوية على أنه 75 من الجمعيات التي تشتغل في التنمية هي جمعيات نسائية لأنه أغلبية الجمعيات التي تعود عندها ذكورية هي ربما تجبها تشتغل في الثقافة في البيئة في الرياضة ولكن الجمعيات التنموية الاجتماعية التي تلامس هموم المواطن وتشتغل عليه أستاذة مكملتم أنا قد نقول كلمة أخيرة هي عنها لا تنمية بدون يشترك المرأة ولما كان شي في المرأة ما يصلح شكرا أستاذة عيشة أصبعي أتمنى أن تعطى للمرأة كامل الثقة لكي ترفع عنها التحدية شكرا مشاهدي الأكارم لا يسعونا في نهاية الحلقة إلا أن نشكر بحرارة ضيفات الكريمات الأستاذة عيشة العلوي مديرة الجهوية للسياحة شكرا نشكركم حتى أنا والله إلا نشكركم بكم قلعتوا شوي عن صدري في المائدة المستديرة وإن شاء الله نعودوا لحقنا مساج شكرا رسالة وصلت أظن ونفس الحرارة نشكر الأستاذة أم الفضلي مال عينين مديرة الفضاء الجمعة بالعيون شكرا على حضورك وإضافة التي قدمت شكرا لكم أيضا وإضافة بنفس الحرارة نشكر الأستاذة كامل مكملت البرلماني على حضورها ومسامهة القيمة في هذه الحلقة شكرا لأخ محمود أيش علي تحتنا لهذه الفرصة وأيضا بنفس الحرارة نشكر الأستاذة عيشة السباعي لحضورها وإضافتها رغم انشغالاتهن الكثيرات شكرا أخ محمود شكرا وصولي للطاقم وليا جميع القيمين على هذا العمل في نهاية الحلقة نعيدكم مستمعي الأفاضل ونعيد أيضا كافة عفونا مشاهدي الأفاضل ونعيد كافة النساء أننا سنخصص حلقات قادمة لموضوع المرأة في الإعلام في الثقافي في مواضع أخرى مشاهدي عفونا الأكارم وسعدتم وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة